ينضم إلينا من أسطنبول المدير العام لمجموعة امتلاك عبدالله الحماد أهلا بك يعني الليرة التركية تواصل تراجعها منذ إقالة محافظة البنك المركزي قبل نحو عشرة أيام واليوم هي عند مستوى ثمان ليرات وثلاثين قرش ما هي العوامل التي ما زالت تضغط على الليرة؟ هل هو عدم يقين المستثمرين في السياسات النقدية التركية أم ماذا؟ تحياتي أخي صهيب أهلا وسهلا نعم كما ذكرت حضرتك وكما ذكر في التقرير تأثرت الليرة التركية بعد تغيير رئيس البنك المركزي في العشرين من الشهر الجاري وعكست التغييرات ردة فعل قوية على الليرة التركية حيث وصلت الليرة التركية بعد تعافي جيد إلى أدنى من سبع ليرات تركية مقابل الدولار في شهر فبراير الماضي أكيد الأسواق المالية العالمية اعتبرت هذا التغيير هو عدم استقلالية في البنك المركزي كان هذا التغيير واضحا بعد رفع الفائدة من 17 نقطة إلى 19 نقطة قبل يومين من إقالة رئيس البنك المركزي أكيد هذا الأمر سنعكس بشكل مباشر على الليرة التركية ثم عادت التحسن قليلا ونزلت إلى 7.8 ومع تغيير نائب الرئيس البنك المركزي البارحة أيضا صار هناك ردة فعل أخرى وصلت بالليرة التركية إلى 8.30 كما ذكرت حضرتك نعم لكن سيد عبدالله يعني الليرة التركية من بين أكثر العملات تراجعا في الأسواق الصعادة رغم أن البنك المركزي أنفق المليارات من الاحتياط النقدي لإبقائها مستقرة برأيك إلى أين تتجه الليرة في المنظور القريب؟ كما يذكر رئيس الجمهورية التركية أن موضوع استقرار الليرة التركية لا يكون فقط في صرف المليارات لضخ دولار في الأسواق وإنما يكون الاستقرار من خلال الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير وعمامل تدعم الاقتصاد التركي أظن أن حاجة تركيا إلى الاستثمارات المباشرة والاحتياطي واضحة ولا تستطيع الحكومة التركية في هذه اللحظة ضخ الدولارات من جديد لضمان استقرار الليرة التركية ومنع تدهور الأسعار كما حصل في 2018 تحاول من خلال الإصلاحات الاقتصادية من خلال دعم المستثمرين الراغبين بأعمال استثمارية في تركيا من ضخ الأموال في تركيا هناك إصلاحات اقتصادية كبيرة إعفاءات ضريبية قادمة أعلن عنها عن باقة جزء منها وزير المالية وسنشهد في الأيام القادمة هيكلية وزارية جديدة يمكن أن تؤثر وتعطي رسائل إيجابية إلى الأسواق العالمية لضمان استقرار الليرة التركية سيد عبد الله بحكم عملك في القطاع العقاري كيف يمكن أن ينعك استراجع الليرة على هذا القطاع وهو الأكثر جذبا للمستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية القطاع العقاري في تركيا بالنسبة للسوق الداخلية أكيد موضوع الفوائد لعب دور سلبي في تراجع مبيعات العقارات بعد وصولها إلى رقم أحادي نعم أسمعك بعد نزول أسعار الفوائد وارتفاع مبيعات العقارات في 2020 التي زادت عن 2019 بنسبة أكثر من 11% بلغت مبيعات العقارات في تركيا 1.499.000 ساكنية ارتفاع الفوائد أثر بشكل سلبي على السوق الداخلية بعد أن كانت في رقم أحادي ولكن بالنسبة للأجانب أيضا تعتبر هذه فرصة أيضا بالنسبة للأجانب تعتبر هذه فرصة في موضوع ارتفاع سعر الدولار أمام سعر الليرة التركية الشكرة جزيلا لك سيد عبدالله الحماد المدير العام لمجموعة امتلاك من اسطنبول